التعامل مع الأشخاص التعساء من أسهل الطرق لإذاء نفسك قد يبدو هذا قاسياً لكنها الحقيقة فهؤلاء الأشخاص غالباً ليسوا ضحايا للصدفة كما يريدونك أن تعتقد بدلاً من ذلك فهم يحاولون عمداً وبصمت إذاء أنفسهم والآخرين تذكر أن مشاعر الآخرين وأفكارهم ومعتقداتهم معدية حتى لو لم يقصدوا ذلك وكلما زاد تعرض نفسك لمثل هؤلاء الأشخاص زاد احتمال أن تصبح ضرراً جانبياً لا تحاول مساعدتهم أو تبرر لهم أو تجادلهم لا تشارك حتى هذا النوع من الأشخاص مع أصدقائك يطلق غرين على هؤلاء الأشخاص اسم المعديين إذا شعرت بأنك على صلة قرابة بأحد المصابين بالعدوى فاقطع صلتك به على الفور وهرب من هناك أي شيء آخر يعرضك لخطر التورط بعمق في مشاكلهم ملخص كتاب قوانين القوى الثمانية والأربعون لكاتبه روبرت غرين ميكيافلي لديه منافس جديد ومن الأفضل أن يحترس سانتسو غرين قد جمع قائمة مرجعية للسلوك الطموح إن مجرد قراءة قائمة المحتوى تكفي لإثارة شهيتك لزاوية المكتب مجلة نيويوركا غالباً ما يؤثر قادة العالم والمديرون التنفيذيون للشركات وغيرهم من المشاهير على الأحداث العالمية هل تساءلت يوماً كيف وصل هؤلاء الأشخاص الأقوياء إلى ما وصلوا إليه؟ يركز كتاب قوانين القوى الثمانية والأربعون للكاتب روبرت غرين على تقنيات اكتساب القوى والتأثير في أي موقف يحتوي الكتاب على أمثلة تاريخية لتطبيق القوانين الفرضية كما يحتوي على أمثلة لأشخاص لا يلتزمون بهذه المبادئ قد يظن الشخص المتشائم أن بعض القوانين ماكرة وبعضها كذلك ومع ذلك فهي كلها متجدرة في تعقيد الطبيعة البشرية وفي النهاية من المهم أن تفهمها وتستخدمها لصالحك أكثر من إنكار وجودها هناك مواقف مختلفة في حياتنا ومهننا تكون فيها هذه القوانين ذات صلة وتتطلب الظروف المختلفة مقاربات مختلفة يقدم الكتاب إرشادات حول كيفية استخدام هذه القوانين لصالحك بغض النظر عن البيئة المحيطة تهدف بعض القوانين إلى التحسين التدريجي وتهدف قوانين أخرى إلى تحقيق النصر على الآخرين في مجالات الحياة المختلفة في المحصلة يعلمك كتاب قوانين القوة 48 أن تتحكم في مصيرك وتقوم الفرضية الأساسية على أنه يمكنك أن تكون الشخص الذي يملك السلطة أو بيضقا في أجدته إذا كنت ترغب في ممارسة السلطة بدلا من التخلي عنها فهذا الكتاب لا بد من قراءته في هذا الملخص أوجزنا الأفكار الرئيسية من كتابه قوانين القوة 48 يقول عنه رايان هوليدي ضروري لأي شخص يريد تحقيق شيء ما نبدأ عن روبرت جرين طور جرين العديد من الأفكار في كتاب قوانين القوة 48 أثناء عمله ككاتب في غوليو وقد استوحى أفكاره من عوجه التشابه النفسي والسلوكي بين شخصيات الصفوة الحالية والشخصيات التاريخية جاء جرين من أسرة من الطبقة المتوسطة في لوسانجلس كان والده بائعا لمنتجات التنظيف ووالدته ربة منزل ذات طموح إبداعي فاشل عاش جرين في أوروبا في وظائف منخفضة الأجر قبل أن يعمل في وسائل الأعلام وهوليود في الولايات المتحدة وينشر كتاب قوانين القوة 48 في أواخر الثلاثينيات من عمره التق جرين بمنتج الكتبي جوس إلفرز في عام 1995 في مدرسة للاتصالات والفنون فطلب منه إلفرز وضع عنوان الكتاب بعد ستة أشهر من تقديم جرين له كتابا عن القوة كان جرين يعتقد أن كتابة مصروع كتاب كان محفوفا بالمخاطر لكن تغيرت أراؤه عندما أعاد قراءة سيرة يوليوس قيسر المفضلة لديه ألهمه تصميم قيسر على عبور نهر الروبيكون ومواجهة بومبي وتسبب هذا القرار الشجاع في اندلاع الحرب الأهلية الرومانية الكبرى كتب جرين بحثا بعنوان قوانين القوة الثمانية والأربعون وكانت هذه نقطة التحول في حياته وهو حاليا مؤلف لستة كتب من أكثر الكتب مبيعا بما في ذلك كتاب استراتيجيات الحرب الثلاثة والثلاثون وكتاب فن الإغواء وتستند العديد من أفكاره في هذه الكتب الأكثر مبيعا على مبادئ بوذية تسين اجعل الناس يعتمدون عليك يعتقد الكثيرون أن الطريقة الوحيدة للتأثير في مكان عملك هي التواصل مع رئيس قوي ينصح جرين بعكس ذلك فالرئيس القوي سيطردك من العمل ويوظف عضوا جديدا في الفريق إذا ارتكبت خطأا وبدلا من ذلك يقترح جرين فكرة جديدة اختر رئيسا ضعيفا واجعله يعتمد عليك حتى لا يستطيع فعل أي شيء بدونك وردهم في مصيرك لدرجة أنهم لا يستطيعون التخلص منك بهذه السرعة لتحقيق ذلك عليك أن تكون الوحيد القادر على القيام بما تقوم به ولكن من المهم أيضا أن لا يراك رئيسك في العمل كتهديد في هذا الصياق كتب جرين على منصة إكس قائلا عندما يتعلق الأمر بالسلطة فإن التفوق على الرئيس ربما يكون أسوأ خطأ على الإطلاق قاتل العديد من الفرسان المشهورين من أجل أسيادهم في القرن الرابع عشر على ماذا حصلوا في المقابل؟ تم ترحيلهم أو سجنهم أو قتلهم لم تكن المشكلة في الجحود بل كانت الحقيقة أنه كان هناك إمدادات غير محدودة على ما يبدو من المقاتلين الأبطال الذين لا يقلون عنهم قدرة وبطولة كان بإمكان حكامهم ببساطة استبدالهم إن جعل الناس يعتمدون عليك يمنحك السيطرة الكامل على الأوضاع من الأسهل السيطرة على الآخرين عندما يكونون معتمدين عليك بشكل كامل ولذلك لا تعلم مرؤوسيك أبدا إلى الحد الذي يجعلهم قادرين على الاعتناء بأنفسهم حافظ على سمعتك بحياتك لاكتساب السلطة فإن سمعتك أمر بالغ الأهمية فمن الممكن الترهيب والفوز بناء على سمعتك وحدها يمكن أن تساعدك السمعة الجيدة على اكتساب القوة وعلى إبقاء خصومك المحتملين في حالة ارتيها فهي تعزز حضورك وقوتك دون أن تستهلك الكثير من الطاقة ولكن إذا شوعت هذه السمعة فإنك تتعرض للهجوم من جميع الجهات كون سمعة لا يمكن تشويهها يجب عليك أن تراقب التهديدات المحتملة وأن تنزع فتي لها باستمرار قبل حدوطها وفي هذا الصياق قال جرين على منصة اكس لا تستخف بمكانتك أبدا كشاب محترف قم ببناء سلطتك من الألف إلى الياء اسمع لنفسك اسما كمشتهد ومنظم وجدير بالثقة ومع ذلك قد يؤدي خطأ واحد إلى تشويه سمعتك الجيدة يقول روبرت جرين لا تترك سمعتك للصدفة أو القيل والقال إنها عمل إبداعي في حياتك وعليك أن تصوغها وتنقحها وتقدمها بعناية الفنان انتهى يمكنك أن تجعل من نفسك أضحوك في أمسية واحدة إذا أفردت في الشرب قد يؤدي حضورك متأخرا أو غير مستعد لاجتماع مهم إلى الإضرار بسمعتك ما تريد أن يعرفك به الآخرون وكيف تريد حماية تلك الصورة هما شيئان مختلفان قم دائما بإخفاء نواياك نادرا ما يكون الإفصاح عن نواياك الحقيقية مفيدا فهناك احتمال حدوث نقاش ساخن إذا اختلف الآخرون معك دعي الغريزة البشرية للثقة في المظاهر تعمل لصالحك استخدم الحيل والشراك الخداعية لإرباك جمهورك المستهدف لا يمكنك أن تخفي نواياك الحقيقية بعزل نفسك عن العالم وبدلا من ذلك ناقشها إلى ما لا نهاية ولكن ليس تلك التي تريد أن تسعى إليها سيؤذي ذلك إلى إرباك خصومك إذا بدوت ودودا ومنفتحا وجديرا بالثقة كتب كرين لا تخفي نواياك عن طريق الانغلاق على نفسك مع المخاطرة بالظهور بمظهر المتكتم وجعل الآخرين يشككون في نواياك ولكن من خلال التحدث بلا نهاية على رغباتك وأهدافك فقط ليس الحقيقية منها انتهى استخدم ستارا دخانيا لإخفاء سلوكك يمكن للناس التركيز على شيء واحد فقط في كل مرة لا يمكنهم معرفة ما إذا كان الشخص الذي يتعاملون معه لديه أجندة مختلفة إذا أخفيت دوافعك فسوف ينظر إليك الناس على أنك لطيف وصادق سيؤدي ذلك إلى تضليلهم وبحلول الوقت الذي يفهمون فيه ما تخطط له يكون قد فات الأوان بالفعل يثق الناس بما يمكن التنبؤ به وبالتالي فهم أقل ميلا إلى عدم الثقة في دوافعك لا تظهر بدون عيوب من الخطورة دائما الظهور بمظهر المتفوق على الآخرين لكن أخطر شيء هو أن تظهر بمظهر الكمال المفرث الموتى والآلهة فقط هم من يظهرون بلا عيوب وكلما حاولت أن تبدو خاليا من العيوب كلما زاد التدقيق في مظهرك ويمكن أن تكون النتيجة الضغط وخيبة الأمل في مقابلة عمل من المرجح أن تسأل عن نقاط ضعفك والإجابة لا شيء خاطئة من الناحية المثالية يجب أن تعترف صراحة بنقاط ضعفك في المجالات غير المهمة وفي هذه الأثناء ستسلط الأضواء عليك حتما مع اكتسابك للسلطة ويجب أن لا تدعي كل المجد لنفسك وبدلا من ذلك تصرف بطريقة تجعل جمهورك يرى نجاحك قابلا للتحقيق الحسد يولد أعداء صامتين إنه يجعل الآخرين منافقين أو متغطرسين للغاية وكلهما من علامات الهلاك الوشيك من الحكمة أن تظهر نقاط الضعف من وقت لآخر وأن تعترف بالرضاء لغير المؤذية يمكنك أن تقول أن الحد قد ساعدك في أدائك أو أن ظروفا أخرى هي التي قد ساعدتك هذا يصرف الانتباه عن الغيرة ويجعلك تبدو أكثر إنسانية وقابلية للتقرب منك وبخصوص هذا كتب جرين على منصة إكس عندما تظهر نفسك للعالم وتعرض مواهبك فإنك بطبيعة الحال تثير جميع أنواع الاستياء والحسد وغير ذلك من أشكال عدم الأمان ولا يمكنك قضاء حياتك في القلق بشأن مشاعر الآخرين التافهة انتهى يوسف هو مثال لشخص يمكن أن يرتبط بهذا المبدأ في الكتاب المقدس عندما أخبر إخوته عن حلمه تسبب ذلك في الغيرة ولم يكن بعد إنجازا حقيقيا لكن إنجازه كاد أن يكلفه حياته بسبب حسد إخوته له لا تلتزم بأي جهة أو قضية غير قضيتك ابقى مسيطرا من خلال الحفاظ على استقلاليتك سيتنافس الآخرون على اهتمامك يمكنك ألضا وضع الأطراف المتعارضة ضد بعضها البعض تفقد كل سيطرة على الناس إذا سمحت لهم بالاعتقاد بأنك تنتمي إليهم وعلى النقيد من ذلك سيحاولون جاهدين كسبك إذا لم تتفاعل مع مشاعرهم حافظ على المسافة بينك وبينهم وستحظى باهتمامهم الكامل لا يتعلق الأمر بإخافتهم أو إعطاء الانتباع بأنك لا تستطيع الالتزام أنت بحاجة إلى إطارة الأدهان وجد الانتباه وإغراء الطرف الآخر بك ابتعد عن الجدال التافع تظهر بأنك مهتم ولكن دع الآخرين يتجادلون بينما تجلس أنت وتراقب إنها استراتيجية شائعة للتحريض على نزاع بين مجموعتين وكسب النفوذ من خلال القيام بدور الوسيط من الأفضل أن تتكلم أقل من اللازم تجنب إبهار الآخرين بالكلمات فكلما تكلمت أكثر كلما بدأت معلوفا أكثر وبدأت أقل سيطرة كتب جرين في هذا الموضوع حتى لو قلت شيئا عاديا سيبدو إبداعيا إذا قلته بغموض وصراحة وبصورة تشبه كلام أبي الهول انتهى عندما يتحدث الأشخاص المؤثرون بشكل أقل فإنهم يثيرون إعجاب الآخرين ويخيفونه أما إذا تحدثت كثيرا فيمكنك أيضا أن تخطئ بسرعة وتبدو أحمقا إليك بعض النصائح الأخرى التي يجب أن تضعها في اعتبارك الصمت يزعج الناس لذلك يحاولون وهم قلقين ملأ الصمت قلة الكلام تجعلك تبدو أكثر تعقيدا وهموضا تجنب السخرية بأي ثمن فهي ناذرا ما تكون مفيدة إذا التزمت الصمت فأنت تخاطر بإثارة الشكوك أو الانزعاج إذا لعبت دور مهرج البلاط فيمكنك أن تبتعد عن الأضواء التعامل مع الأشخاص التعساء من أسهل الطرق لإذاء نفسك قد يبدو هذا قاسيا لكنها الحقيقة فهؤلاء الأشخاص غالبا ليسوا ضحايا للصدفة كما يريدونك أن تعتقد بدلا من ذلك فهم يحاولون عمدا وبصمت إذاء أنفسهم والآخرين تذكر أن مشاعر الآخرين وأفكارهم ومعتقداتهم معدية حتى لو لم يقصدوا ذلك وكلما زاد تعرض نفسك لمثل هؤلاء الأشخاص زاد احتمال أن تصبح ضررا جانبيا لا تحاول مساعدتهم أو تبرر لهم أو تجادلهم لا تشارك حتى هذا النوع من الأشخاص مع أصدقائك يطلق غرين على هؤلاء الأشخاص اسم المعديين إذا شعرت بأنك على صلة قرابة بأحد المصابين بالعدوى فاقطع صلتك به على الفور وهرب من هناك أي شيء آخر يعرضك لخطر التورط بعمق في مشاكلهم قال روبرت غرين في هذا السياق لا تهذر وقتك الثمين أو راحة بالك في شؤون الآخرين فالثمن باغض للغاية انتهى إليك ما يمكنك فعله بدلا من ذلك استفد من ذكاء وإنجازات وحكمة الأشخاص الذين يسعدونك دع صفاتهم الحسنة تصيبك بالعدوى لتجعلك تشعر بتحسن أحرص دائما على مناشدة الناس لمصلحتهم الذاتية وليس لرحمتهم أو تقديرهم طلب المساعدة هو فن يتطلب فهم احتياجات الشخص الأخر فحتى أرفع الأشخاص مكانة لديهم رغباتهم إذا لم تخاطب رغباتهم فسوف يتم رفضك باعتبارك مثيرا للشفقة أو مضيع للوقت إذا كنت تتوسل وتبكي طلبا للمساعدة فلن يستمع إليك أحد معظم الناس ببساطة غير مهتمين بدعمك بسبب مشاكلهم واهتماماتهم الخاصة ناشد الشخص لمصلحته الذاتية إذا كنت تريد شيئا منه فكر فيما يريده الشخص حقا أعرف ما الذي سيجعلهم سعداء أو يحقق رغباتهم إذا تمكنت من إعطائهم ذلك فسيفعلون كل ما تريده طالما أنك تمدهم بالجزرة إن محاولة خلق مشاعر الخجل من خلال ذكر الباضي هي دائما فكرة سيئة ومع ذلك في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تناشد الشخص على أساس إحسانه لذلك تحتاج إلى تحديد شخصية الشخص إذا كان يرغب في مساعدتك بدافع الكبرياء أو الغرور فلا يجب أن تناشد جشعهم أما إذا لم يكن مهتما بالإحسان إليك فإنك تستغل دوافعه الأنانية عندما تحاول التفوق على خصمك اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لكي تتفوق على خصمك عليك أن تصادقهم يمكنك التعرف على نقاط ضعفهم وتطلعاتهم ورغباتهم ويمكنك أيضا أن تؤثر على قراراتهم يعد تجنيد المخبرين أحدى طرق جمع المعلومات لكنها طريقة خطيرة كيف يمكنك معرفة ما إذا كانوا عملاء مزدوجين ويقدمون معلومات موثوقة من الأفضل أن تكون جاسوسا لنفسك من خلال التصرف بشكل غير متوقع يمكنك الحصول على ميزة أعلى منافسك سيشعرون بالارتباك وسيتأخرون في محاولة اكتشاف خطتك العزلة ضارة لا ترني حصونا لحماية نفسك لا تغامر بالدخول في أفكارك وحدك إنها منطقة مخيفة العزلة تجعلك تنشئ لنفسك وجهة نظر غير واضحة جمعنا بحاجة إلى وجهات نظر الآخرين حتى لو كانت خاضئة ستساعدك وجهات النظر الأخرى على تطوير فكرتك الخاصة تحذير إن الرغبة في الانعزال عن الأصدقاء والعائلة أمر خطير على المدى القصير وعديم الفائدة على المدى الطويل يمكن لمجتمع جدير بالثقة أن يبقيك عاقلا في سخب الحياة اليومية كما أنه بمثابة لوحة صوتية مفيدة نادرا ما ينجح الأشخاص الذين يحاولون تحقيق شيء ما من المحاولة الأولى فالأخطاء ستحدث حتما لكن الثقة يمكن أن تساعدك على الهروب من أفكارك وإلى العودة إلى الواقع إنها ميزة أن تكون صامدا الملخص النهائي لكتاب قوانين القوة الثمانية والأربعون قوانين القوة الثمانية والأربعون لروبات كريم هو كتاب للمساعدة الذاتية ويستند إلى حياة شخصية تاريخية إنه يعلمنا كيف نكتسب القوة وكيف نحافظ عليها تلعب السلطة دورا في المجتمع وفي حياتنا بطرق عديدة وقد استخلص المؤلف ثلاثة قرون من التاريخ لتعليمنا هذا المفهو يمكننا تلخيص الأفكار الجوهرية المذكورة أعلى في النقاط الست الرئيسية التالية لممارسة السلطة يجب عليك أولا أن تبني الثقة مع الأشخاص الذين تريد التأثير عليهم القدرة على التكيف والتوقيت أمران حاسمان للحفاظ على السلطة لكي تتواصل مع الأقوياء يجب أن تخلق الإبهار عزز إيمان الجمهور بالمستحيل يمكنك أن تكتسب القوة من خلال عكس بدائل الطرف الآخر ومن خلال السيطرة عليها لاكتساب ميزة تكتيكية استخدم الصدق الانتقائي والإلهاء والإفراط في السرية ابتكر صورا مقنعة لكسب الاحترام وتبديد أي شكوك حول موهبتك يقترح عليك جرين أن ترى العاب السلطة كلعبة يساعدنا الكتاب على فهم أنفسنا وأصدقائنا والعالم بشكل أفضل ولكي تصبح خبيرا في ألعاب السلطة عليك أن تتدرب على ما يلي تقبل التنكر والخداع كعنصر نموذجي في المشاركة البشرية دراسة الماضي والمستقبل للتعرف على المشاكل تعلم مهارات جديدة وممارستها بما في ذلك إتقان عواطفك عدل وجهة نظرك لا تحكم على الناس من خلال أهدافهم المعلنة بل من خلال نتائجهم الفعلية كثير من الناس الذين يقولون أنهم لا يريدون السلطة ساذجون أو متلاعبون نقد الكتاب يجد بعض القراء أن كتاب قوانين القوة الثمانية والأربعون مزعجا لا توجد أحكام أخلاقية في استخدام جريم للقوة فهي مجرد وسيلة لتحقيق غاية بغض النظر عن الخير أو الشر ينص الكتاب على أن المرأة مدفوعا إلى اكتساب السلطة والنفوذ بأي وسيلة ضرورية وفي حين لا تنطبق جميع الأنثلة التاريخية بشكل مباشر إلا أن هناك أصداء لها في عالم الأعمال الحديث كلما فهمت هذه الأفكار بشكل أفضل كلما كان من الأسهل عليك أن تدافع عن نفسك ويجد آخرون أن القوانين لا تمنحك القوة وبدلا من ذلك فإنها تعزز حالة من جنوم العظمة بسبب عدم الثقة المستمرة وازدراء الآخرين قد لا تلتزم بالقانون وبدلا من ذلك تشجع نفسك على الاستمرار في الخيارات السيئة التي اتخذتها بالفعل كل شخص لديه هذه الأفكار وتأتي المشكلة عندما تقوم بتنفيذها قد يكون من الخطر أن تستخدم منطق شخص آخر خاطئ لدعم منطقك الخاص قد تتدهور نظرتك للعالم وشعورك بالآمان قريبا ترجمة نانسي قنقر